السلام عليكم اليوم سوف تكون محاضرتنا عن الدوال الرياضية Mathematic Function أولا يجب أن نتعرف أو نعرف ما هي الدوال الدوال هي أسماء محجوزة ومعرفة من قبل Visual Basic لتقوم بعمل معين مثلا عندنا المصفوفات والقيل المطلقة وغيرها لمعنى آخر هي عبارة عن برنامج صغير تم كتابته مسبقا وحفظه داخل لغة Visual Basic يمكن استدعاءه من خلال برنامجك والاستفادة منها إضافة إلى ذلك يمكن أن تكتب أنت دالة وتستدعيها أكثر من مرة داخل برنامجك يعني برنامج Visual Basic وتشتغل عليها والاستخراج هذه الدوال طبعا هناك العديد من الدوال الرياضية راح نبدأ في بعض الدوال لأنها تقريبا الغالبية تسوي برنامج بسيط وعلى أساسها راح نشتغل فبالنسبة هسه إنا راح نسوي برنامج بسيط ونسويها أول شغلة راح ناخد Text اللي هو لإدخال القيم ومثل ما تعلمنا نذهب إلى Properties منها بالنسبة إنا هنا نحذف كلمة Text ونذهب هنا إلى Alignment على موض نخلي القيمة اللي راح تظهر اللي عفر راح نكتبها في داخل في منتصف Text كملنا أول واحد هسا نريد احنا نخرج القيمة من خلال Label فراح نسوي أيضا Label نروح هنا بالنسبة لل Label لل Caption ونغير تسميته من خلال الحدف ومن ثم نذهب إلى Alignment ونقدر نخليه بال Center حتى تظهر القيمة طبعا نقدر نكبر الخط من خلال الفوند وإلى آخره أيضا راح نكتب Command نخلي هنا بالنسبة نفت Command معين وراح نقدر نغير أيضا تسميته لهذا Command إلى مثلا Function كتبناها هسا طبعا ونذهب Double Click هنا حتى نبدأ نكتب الكود نبدأ بأول دالة أول دالة اللي هي الأبسلوت اللي هو تحديد القيمة المطلقة لأي عدد والقيمة المطلقة هي قيمة العدد بدون إشارة فلي نفرض أنا هسا أريد أكتب طبعا إش كتبنا نحن نذكر منها الكائنات اللي خليناها نحن خلينا Label 1 وخلينا Text 1 التكس هو لعمليات الإدخال وال Label لعمليات الإخراج فبالتالي نحن من مدام نحن لإخراج Label فإذا هنا شو حيصير حيصير Label 1 1 dot caption سالب 98 سنقول لأ OK function نطعني القيمة بدون إشارة السالب سالب فالرقم معين أيضاً سينطينا نفس الرقم بدون السالب هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للأمسلوط لنفرض أننا نريد هالمرة دالة ثانية هالمرة دالة سكوير هي هاية التي تستخدم في تحديد الجدر التربيعي لرقم معين فلنفرض إذن أول شيء لازم نكتب مالتها حسب التعريف داخل لغة الفيجوال بايزيك اللي هو السكوير أوكي هسا نجي نطبق طبعاً هي نفس الإش نفس البرمجة نجي نطبق الآن هنخلي مثلاً هالرقم 25 الجدر التربيعي إلى إش خمسة خلي نخلي مثلاً عدد 2 الجدر التربيعي مالتها هذا أيضاً سرح ناخد نوقف التنفيذ رح ناخد دالة جديدة اللي هي لغارتم اللغارتم تستخدم هذه الدالة في تحديد قيمة اللغارتم العشري لرقم معين أيضاً لازم بالبداية نغير إهنانا الدالة بحيث نكتب ما تم حفظه بلغة الفيجوال بايزيك بالنسبة إلها اللي هو اللغ ونجي ننفذ فهنانا أيضاً ينفذ نخلي رقم 20 حيط ونقول له أوكي فانكشن حينطينا هذا النتج ونفس الحالة للكثير من الدوال طبعاً ما ريد إحنا ننفذ كل الدوال يعني هي يعني على مدى الوقت راح نفذ واحدة من أهم الدوال الموجودة عندنا اللي هي تعرف بدوال اللي هي الراندام طبعاً هاي دالة الراندام هي إيش بيش تستخدم تستخدم هذه الدالة في توليد أرقام عشوائية تقع ما بين الصفر وواحد صحيح بحد دقصق مستعش رقم عشري أوكي تأخذ الصورة التالية هسا أوكي أنا راح أجي هسا أكتبها هاي نفس الحالة يعني سوناك يعني على مدى الاستعجال بصراحة كوقت أيضاً نيجي فشوفوا هنا لين أنا هخرج أنا هخرج بالتكست حتقول لي أوكي بس نيجي نباع التصميم ماتي شوف أنا خال تكست وخال لابل ليش ليش أنا ما راح أخلي هنا نقيمه على أساس أخرج خلي نشوف فهنا لانا قلت له قلت له أوكي تكست وان يساوينا random شوف تلا بساني كوش ما مدخل هنا قيمة راح أقول لي أوكي نفذ بقى قام ينطيني القيمة عشوائية قام ينطيني أو يعني ولد لي أرقام عشوائية هاي الأرقام تقع ما بين الصفر والواحد بقى انتبوه هنا في بعض القفزات ما بين الصفر والواحد أكو قفزات مرات حتى فوق الواحد انتبوه مثل هذا هاي ليش هاي ناخذها إن شاء الله بغير موضوع يعني من نصالها إن شاء الله ونفهمكم عليها أوكي هاي بالنسبة إذن هسا إذن دالة الراندوم تستخدم لتوليد أرقام عشوائية ممكن أطلب منعدكم هسا آني فالسؤال أوكي طولي هاي الدالة طولي هاي الدالة بحيث إنه تتولد لأرقام عشوائية بس آني هاي الأرقام العشوائية لا آيدها أرقام صحيحة محصورة ما بين الواحد عدد صحيح إلى عشرة عدد صحيح شو راح تنكتب أو ينكتب الكود الكود بهاي الحالة حين تكتب بهاي الصغيرة label1.caption يساوينا الانتجر إهنانا خلي نقول إذا أنا إذا من الواحد للعشرة انتجر أفتح قاوس عشرة مطورة في الراندوم زائدا واحد هسا حقول لأ أوكي نفذ طبعا أول شي الانتجر هي شي تفيدني تستخدم إهنانا هي على تستخدم على حذف الأرقام العشرية بحيث تبقى بس العدد صحيح إذن أنا ليش خليتها ليش خليتها طلاب هاي حتى تحذف لي العشرة بس من أجنفذ باعوا من أجنفذ طبعا أيضا منها ما خليت كل شي آمن باعوا فقط تتولد لي من واحد إلى عشرة أوكي زين إذا لنفرض شنها هاي أوكي وقلت له اشتغل باعوا اللي صار اللي صار إهنانا اتولدت لي أرقام عشرية آسف اتولدت لي هي أرقام هو صحيح هي عشرية اتولدت أرقام بس إهنانا عشرية مو أرقام صحيحة بس أنا حسب سؤالي أنا رايد من عندك أرقام صحيحة بدون عشار إذا طبقت لي هاي الصيغة إذن أنت إيش إذن غلطان فإذن حتى نولد أرقام صحيحة لازم إيش نخلي إهنانا لازم نخلي إهنانا فالدالة المعينة اللي هي تمنع توليد تمنع توليد الأرقام ما بعد الفارزة اللي هي إيش لإنتجه أما إذا أريد من واحد إلى مئة إهنانا صير مئة وأيضا نجي ننفذ أوكي باعوا قامت تنفذ من واحد إلى مئة من الدوال المهمة أيضا اللي عندنا أحنا طبعا مثل ما قلنا أحنا بدأنا نشرح كل الدوال صراحة لأن على مدل الوقت أيضا نقدر نطبق للسين والكوسين والتان وإلى آخره راح نروح على فالدالة مهمة جدا اللي هي إيش اللي هي الراوند هاي الراوند هي عبارة عن دالة التقريب هي دالة التقريب التي من خلالها يمكنك تحديد عدد الأرقام العشرية أوكي عدد الأرقام العشرية يعني مثلا سألني عندي مجموعة من الأرقام كلها بعد الفارزة خمسة وسبعة وثمان أرقام ما بعد الفارزة أنا ما يدهيش شيء أنا اللي أريدها أنه هذا الرقام بعد الفارزة فقط مرتبتين يعني مثلا ثلاثة عدد صحيح وسبعة وسبعين أنا ما أريد ثلاثة عدد صحيح وسبعة واربعمية وإلى آخر لا أنا أريد ثلاثة عدد صحيح فارزة رقميا ما بعد الفارزة فأوكي شو نجي نسويها طبعا عندما تشوفون هنا حسب التصميم أنا فقط هنا إيش خال أنا هنا خال لابل وهذا عندي الكوماند أجي أفتح الكوماند على مد أكتب الكود لابل وون دوت كابشن يساوي النه راوند اللي هو الدال اللي سكتب داها أكتب الرقم اللي أنا أريده أو مو إلا الرقم يعني نفرط يعني أكتب مثلا في التكست يعني بوعه طلاب حتى ليس رقم واحد فقط أقدر أنا أكتب له نانا بالتكست القيمة المطلقة القيمة الحدخلة بس لازم أنتبع على شغلة قبل ما أسويها لازم وين أرجع أرجع على التصميم وأضيف له إيش يا طلاب العزاء لازم أضيف له تكست وهذا التكست شغلة رقمة واحد المفهوم طلابي لازم شغلة يكون رقمة لازم يكون رقمة واحد وأيضا لازم هنا نذهب إلى حتى نشيل هاي التكست كلمة التكست هاي أوكي نرجع حسن للبرمجة يعني ستطورنا إحنا كأنه البرمجة اللي عندنا أوكي فهنانا صار تكست هسه من أجل أقول لنفذ هنانا معناها لازم بالبداية أنا أدخل الرقم مثلا أنا أريد ستة عدد صحيح سبعة خمسة ستة أربعة ثلاثة المهم هذا الرقم المفروض يستخرج إلي فقط مرتبتي ما بعد الفارزة بس نجي ننتبه قرب لو ما قرب طلاب العزاء قرب انتبه علي واهنانا هو سبعة خمسة ستة شنطها إلي ستة عدد صحيح ستة وسبعين يعني إذن الراندوم هي دالة تقريب ليش أنا دا ركز على هالكم بعد شوية حتيجينا دالتين حنسوي وياها مقارنة طبعا هذا سؤال لكم مو أن حسويها أنا حتشيها وبعدين حيكون سؤال موجه لكم حنسويها مقارنة فإذن دالة الراندوم هو لعمل التقريب وشفتوا أنتو وعدد المراتب ما بعد الفارزة أوكي نجيسة على دالتين مهمة جدا اللي راح نشرحها وهم احنا شرحنا وحدة من عدهم اللي هي إيش كانت اللي هي الانتجر والفيكس بشكل عام طلابي الأعزاء الانتجر والفيكس الانتجر تستخدم هذه الدالة لحساب الجزء الصحيح فقط الجزء الصحيح فقط من رقم يشتمل على أرقام صحيحة وعشرية بعبارة أخرى لحذف الأرقام العشرية الموجودة بعد العلامة العشرية بدون تقرير أوكي مشيناها الدالة الفكسية هي تشبه دالة الانتجر لكنها تستخدم لحساب الجزء الصحيح فقط أوكي جزء صحيح إذن ديتش أيضا هي جزء صحيح واثنيناتهم ما يقربون إذن شنو الفائدة من أكو دالتين لها نفس العمل في برنامج واحد بس تقسميات مختلفة هل هو لتكبير يعني حتى يصير الكود أنه ثقل بالبرنامج لو أكو فوائد هاي لكم طبق دور لي على الانترنت شوف لي ليش فس راح أجي أطبق مثلا حتى قدامكم هسا هي بالنسبة للفكس أوكي حنطي مثلا رقم حقول لي نفذ راح نطي رقم اللي هو 332 دوت خمسة أربعة أو خل خمسة ستة خلني نقول وأقول لي هسا فش نطاني نطاني 332 أوكي زين حنغير الدالة وحنخليها هنا بالنسبة إنه هو إيش هي الفكس هسكون هسا الانتجر كما نحن الفكس أوكي نجح سنطبق على نفس الرقم أيضا 332 دوت خمسة ستة أيضا هقول لي نفذ طي نفس الشي مقرب أرقام صحيحة إذن شنو الفرق ما بين الانتجر وما بين الفكس هذا السؤال موجه لكم أريد جوابه على الصف الألكتروني يناسب أوكي طلاب طبعا عمليات الحسابية في برنامج أو في لغة الفيديوال بايسيك منتي تجي تكتب عملية حسابية والتعابير الحسابية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسم وإلى آخره لازم نكتبها بلغة البيسيك يعني أنا موكية في نفسها يعني نفرض هسا أنا عندي الدالة التالية الدالة الدالة اللي هسا موجودة أنا عندي ثلاثة كوساين ثلاثة خليهنا ثلاثة كوساين هاي هاي صيغة رياضية هاي الصيغة الرياضية أنا ما أقدر أكتبها مباشرة بلغة البيسيك بلغة البيسيك أنا لازم أحولها أحولها إلى الترتيب معين حتى أقدر أكتبها شو نجي أكتب هاي الصيغة الرياضية بلغة البيسيك شوف طبع عليها هناك ثلاثة كوساين بمعنى آخر هي عبارة عن ثلاثة في كوساين أفتح قوس لثمين في اكس مقسومة على طبعا هذا هناك هذا حد واحد صح لولا فبالتالي لازم أخليه بين قوسيا واحد زائد اكس مرفوع للقوس اثمين ناخد معادلة أخرى طلاب لازم نعرف شون نحول المعادلات واحد واحد زائد ت للقوس الثلاثة مقسوما على ساين أربعة زائد سبعة أيضا لازم تتحول هاي الصيغة الرياضية إلى بايسك من أجل أريد أكتبها بلغة بايسك شوفوا شون طلاب حاجة أكتبها طبعا نلقى لقم واحد البسط هو هنا عبارة عن نسمي حد واحد فبالتالي من حاجة لازم أشتغله لازم أقول أفتح قوس واحد زائد ت مرفوع للأس ثلاثة أسد القوس مقسوما على ساين أفتح قوس أربعة في ت زائد سبعة وأسد القوس نأخذ أيضا معادلة أخرى لنفرض أنا عندي مطلق X ناقص أربعة مقسوما على X تربيع زائد ستة طبعا من نجي هنا نضاوع رقم واحد قال هنا أنا عندي دالة هذا مطلق فما دالة إذن لازم أكتبها بلغة الدوال كيف حفظ في برنامج الفيجول بايسك فمن أجي أحرق بشوي قلناها المطلق هو عبارة عن أيضا أفتح هنا قوس X ناقص أربعة مقسوما على هذا طبعا عبارة عن فإذا أفتح قوس إيش حيصير حيصير X تربية X مرفوعة للأس إثنية زائد إيش طلاب العزاء ستة وسد القوس نأخذ واحدة ثانية تحت الجذر تحت الجذر عندي واحد زائد AB واحد زائد فمن أجي أريد أحولها نفس الحالة تحت الجذر هو عبارة عن إيش هو عبارة عن سكوير آسف هنا المنطقة مقاعد تكتب سكوير أفتح قوس واحد زائد أي مضروبة في البي طبعا هناك الصياغ هواي طلاب نحن لا نستطيع نأخذها كلها بس هذه التذكير والتعريف لا أكثر ولا أقل طلاب لهذا المفروض من عندكم الصياغ الموجود عندكم مادة الرياضيات تقاهزين وتعرف شون تحولها بلغة البيسيك لأن أنا أجيب أسئلة أقول لك أوكي هاي مجموعة من الصياغ الرياضية والدوال الرياضية يحولها إلي بلغة البيسيك مفهوم طلاب العزاء هذا الشي مهم ولازم تعرفه أوكي نروح للمثال الأول الموجود عندنا في هذا الفصل المثال الأول هو حساب معدل الجريان الحجمي والوزني طلاب نقرأ السؤال يقول لك المطلوب عمل برنامج لحساب معدلات الجريان الحجمية والوزنية إذن أنا هستداري برنامج شي حسب به شغلتيا الشغلة الأولى جريان حجمي جريان حجمي والشغلة الثانية جريان وزني أوكي في برنامج واحد كلمة برنامج واحد معاتها بضغط زر واحدة يعني كوماند واحد مفهوم طلاب مع إضافة مفتاح لغلق البرنامج إذن صار كم كوماند عندي صار عندي اثنين كوماند الأول كوماند الأول هذا لاستخراج القيم الكوماند الثاني إيش راح يكون لغلق البرنامج أوكي مع إضافة مفتاح لغلق البرنامج علما إن المعلومات المدخلة للبرنامج قطر سرعة كثافة إذن أنا عندي ثلاث مدخلات قطر وسرعة وكثافة أحنا ليش نقل هاي الشغلات ندرك عليها لأن حتى أقدر أصمم ها لازم بالبداية مثل ما قلنا لازم بالبداية نعرف شو نصمم حتى بعدين ننقل هذا التصميم على الوراق لنقله على برنامج الفيجوال بيسر فبالبداية هسا نبدأ على كيف نصمم حسب ما قرينا الفوق إذن هقول أوكي إذن معنات هاي القيمتين عندي مكانين للإخراج أوكي سي المدخلات عندي ثلاث مدخلات فإذن كلمة المدخلات عندي شكم تيكست معنات عندي ثلاث تيكست واحد اثني ثلاث وطلاب حتى لا أنس أكتب بالداخل تيكست وان تيكست تو تيكست ثري أوكي هذول للإدخال بس أقول أوكي بس يعني حيشوف البرنامج ما راح يفتهم شنو هاي التكست وان والتكست تو والتكست تري إذن خلي أخلي لها لابلات هاي اللابلات اللي قدام فوقها حتى تعرف إنه هي عبارة عن مثل ما قلنا هي القطر والسرعة والكثافة فإذن مفروض هنا هنه حقول أوكي إذن هذا عبارة عن قطر هذا سرعة وهذا كثافة بس هذا شنو طلابي هذا لابل 1 هذا لابل 2 هذا لابل 3 حتى لا أنسه لا أنسه من أكتب الكود هذا هو القصد لا أنسه من أكتب الكود أوكي هس أنا شريط سويت هس أنا أريد الإخراج الإخراج المفروض أنا في ضغط الزر حيبطينا اثنين معناته أنا أحتاج مكانيا لعمليات الإخراج هاي الإخراج هنا هنسوي 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 كلابل طلاب العزاء فإذا حسب التسلسل 1 2 3 لنفرض لنفرض هذا حيصر 4 لنفرض أوكي إذن هذا لابل 4 وهذا شرح يكون هذا لابل 5 زين أوكي هم نفس الحالة نرجع ونقول المشاهد من حيباوح هاي اللايبولات بالنص وراح يفهم هاي النتيجة مال منه إذن لازم أخلي لليبل قبلها هاي اللايبولات شاحت في ادنية واحد هو جريان حجمي والثاني جريان أي شي طلاب العزاء وزني أوكي أقول أوكي دي خلي طورة أكثر منها الجي شو حخلي رح حخلي الوحدات المفروض طبعا هاي كل اللايبولات الوحدات المفروض اللي حتخر اللي هي متر تقعيد على ثانية بالنسبة للحجمي وكيلوغرام على ثانية بالنسبة للإيش للوزني بعد هسه عندي إيش فالشي احنا لحد الآن طبعا هذا لليبل فور وفايف المفروض هذا هيصغ مثلا ستة وهذا سبعة وهذا مثلا ثمانية وهذا تسعة كيفك بس انقصد انت لازم تعرف رقم ثمانية كليبل شي مثل رقم اربعة كليبل ش رح يسوي لازم لان حتى من تجي تكتب الكود لازم تكون عندك علم انت الكود ما انت صح لو لا اش كم كوم احتاج احتاج اثنين هذا الاول وهذا الثاني خلي نكتبهم آسف هنا لان ماذا ياخد فهذا الاول وهذا الثاني هذا اللي هو للاستخراج وهذا ايش طلاب العزاء هذا الغلق كملنا هسه احنا على الورق راح نجي طلاب العزاء يعني على مدل الوقت نبعد هسه نصمم مثل ما تشوفون هسه امامنا هسه هذا هو التصميم اللي صار امامنا اوكي هسه انا عندي two command فبالتالي حتى اكتب الكود اسه الكود اللي هسه الاول اللي هو الغلق البرنامج طبعا شينو غلق البرنامج من اذا اكتب له فقط end طبعا حتى ادخل الكود اروح double click على command رقم end فاش اكتب له اكتب له هنا مثل ما تلاحظون end خلص هذا بالنسبة لهذا خلصنا هسه اشه هسوي يعني احنا نروح على classic انه رحت هناك رجعت على التصميم حتى هنا اكتب الكود انا اقدر طريقة ثانية ايضا اكتب الكود بالنسبة ل command one double click هنا رحنا الى مكان كتابة command one بس قبل ما اكتب خلي نعرف انا على اساس كتابة بالتسلسل اللي وهسه بعد شوية هشوف كمهندسين كيمياويين لازم نذكر القوانين اللي على اساسها اقدر استخرج معدل الجريان الوزني ومعدل الجريان الحجمي بالنسبة للمعدل الجريان الحجمي او خلي نبدأ بالوزني ما يخالف حافهمكم ليش الوزني اللي هو الماس ماس فلوريت شي سوينا طلاب العزاء يسوينا ديستي اللي هي الكثافة مضروبا في في المكان اللي هو ايش بالفوليومترك حانا هنكتبك مختصر او بالنسبة للفلو الى اخر اجابا عندي اني معطاة ليش معطاة لازم لازم ارجع بالبداية اذا استخرج volumetric غير معطاة عندي اللي هو ايش الاريا اذا لازم بالبداية احسب الاريا حتى اقدر على اساس اطلع معدلة جريان الحجمي فاذن لازم نكتب بالبداية الاريا شي ساوي الاريا اللي هي ثلاث عدد صحيح طبعا لازم افتح قوس مثل ما تعلمنا لازم نكتب بصيغة لغة visual basic ثلاث عدد صحيح وارباطعش مقسومة على اربعة مضروبة في اللي هي ايش هنا اللي هو diameter اللي هو قطر الدائرة طبعا ايش تربية اصف مرات المنافق متى اخذ فالمهم صارت عندي هاي ثلاث معادلة طلاب لازم اكتبها اذا داخل برنامج الاريا بنفس التسلسل اللي نشوف بمعنى اخر من حاج اريد هسا اكتبها بلغة الاريا حصير بهذا التسلسل اللي هسا قلنا اوش الاريا بعدين الو ومن ثم بعدين الماس فرح اجي اكتبها اذا معناتها اي تساوينا اهنا ليش كتبتها اي لان انا بعد شوية هاي الكلمة الاي حعوض هويا بال جريان الحجم اي تساوينا مثلا ثلاثة على الصحيح واحد اربع اعسف اي تساوينا ثلاثة واحد اربعة على اربعة مضروبة فيه نجي هسا اهنا باعو عند اكتب لغة الفيديو البيسيك انا نسا اش اكتب تيكست وان مرفوع للأس الاثنين ازين انا شو اعرفت هو تيكست وان لان لازم ارجع وين للتصميم مالتي اللي هو سان من هو تيكست وان هو القطر لان عند استخرج الارية شوف هذا شي يمثل تيكست وان انت بطلاب ايش داي مثل تيكست وان ذي هذا انا انا اش كتبته من جيت دا اكتب البرنامج هسا عند اكتب الكود على الورق تيكست وان اللي هو القطر استخرج الارية احنا ش تعلمنا هسا انا احتاج الحجم ومن ثم الوزن الحجم اللي هو انا ش حكت بقى كتب لابل لابل ايش 7 يساوي نه تيكست 2 اوكي مضروبة في ال ا اوكي ال ا مفهومة هاي ال ا بس تعال فهمني من هو تيكست 2 ومن هو ال لابل 7 ارجع وقول حسب تصميمي اللي انا صممت فوق هرجع لهنان انا حسب القانون هذا هنان المفروض من هو مفروض هنان السرعة بالنسبة لتيكست 2 فهل يا ترى حسب تصميمي السرعة هي تيكست 2 نعم هي تيكست 2 زين انت كتبت لهنان لابل 7 ليش لان انا رح اخرج قيمة معدل الجريان الحجمي لهذا انا اش كتب الطلاب العزاء لابل 7 هس المن يمثل لابل 8 هو باش ينظر بالمفروض مفروض ينظر اللي هو طبعا الحجم اللي هو الماس اللي هو عبارة عن الكثافة الكثافة مضروبا في قيمة منه معدل الجريان الحجمي الكثافة اللي هي ايش تيكست 3 مضروبة في معدل الجريان الحجمي اللي هو اللابل 7 هنجي هس نكتب هنا انا اذا المفروض انا حسب الحجم ما موجود اذا هنا حيكون لابل 8 يساوي لابل 7 اللي هو هذا لابل 7 مضروبا في تيكست 3 اللي هو شيء مثلي طلاب العزاء اللي هو مثلي الكثافة هس اجي اروح هنا اكتب هذا اللي انا كتب على الورق اجي انفذ ندخل هنا القيم نفرض هنا 3 6 قيم عشوائية لا اكثر ولا اقل هقول لي ايش احسب معدل الجريان هس حسب معدل الجريان الحجم موجود هنا هقول اغلق البرنامج غلق البرنامج هذا بالنسبة لأول برنامج بالمحاضرة مالبنا نجي على البرنامج الثاني اللي راح نتكلم عنه اللي هو الحاسبة العلمية راح نصمم حاسبة علمية بسيطة طبعا نقرأ السؤال سعرفكم من التصميم نقرأ السؤال السؤال يتني يقول لك هنا المطلوب عمل برنامج خلي حتى كأنه نسجل المعطيات الموجودة أمامنا المطلوب عمل برنامج لحساب قيم جيب جيب تمام ظل زاوية معينة وإيجاد القيم العشوائية والتصفير جيب جيب تمام ظل زاوية معينة وإيجاد قيم العشوائية وتصفير القيم إذن طلاب هي هنا كم شغلة هو لدي من عندي خمس شغلات لدي من عندي إيش خمس شغلات أوكي بس أحنا دا نفكر بيها الخمس شغلات هنا كلها أوامر طلاب كلها إيش أوامر لأنه يقول لك من خلاله احسب قيمة الجيب احسب جيب تمام ظل زاوية معينة إيجاد قيم العشوائية إلى آخر إذن هنا هذا أمر زين بحيث أنه هاي اللي رح تحسب راحة أنت تخرجها وين المفروض أنت حتخرجها في تيكست أو في لابل أو تيكست بكيفك نحن قلنا ممكن أنا سأدخل بالتكست وأخرج بالتكست وأيضا أقدر أدخل بالتكست وأخرج بالليبل حسب أنت تصميمك وبراحتك المهم فرح نحن نجي إذن حسب هذا الحقي أنا احتاج خمسة كوماند ليش هذا قلنا أمر هو يقول لك أخذ وحسب لي قيمة الجيب كلمة أنت هتحسب قيمة الجيب معنا هتكتب كود لهذا الجيب وحسب لي الجيب تمام معنا هتكتب كود المل الجيب تمام فمستحيل تجمع خمس كود لعمليات مختلفة في إيش في كوماند واحد وإنما راح نسوي خمس الكوماند هذا الأول هذا الأول اللي هو راح يمثل لنا ساين هذا الثاني اللي هو راح يساوي مثلا الكوساين وهذا الثالث اللي هو حيساوي لنا التان والرابع اللي هو حيكون إيجاد قيم العشوائية اللي هو الراندام والخامس طلابي الأعزاء لتصفير القيم تصفير القيم زين أنا هنا ما أحتاج أنا هنا أحتاج أما اثنين تكست للإدخال والإخراج أو واحد تكست إدخال واحد لعملات الإخراج كيف نحن شوف حسب ما تريد بالنسبة إلي أنا هنا سأسويها اثنين تكست فالتكست وان اللي هو وان